بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي مدارس المنتزى الخاصة ان شاء الله النهاردة هيكون معاكم مستر عمر راتب وهنعمل مراجعة على بعض اجزاء من المنهج ومراجعة المهام الادائية الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعي. طيب تعال كده نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول لنا ايه? اول بنك وطني في مصر انشئ عام الف وتسعمية وعشرين وكلنا عارفين ان صاحب الفكرة واللي انشئ بنك مصر هو محمد طلعت حربة او بنقول عليه على طول طلعت حرب. اتنين لمعرفة درجات الحرارة اليوم هنا هنستخدم الترمومتر. ما تنساش الدرجات الحرارة يوم حتى لو سألني عليها ده بدل قال لي اليوم ده يبقى الطقس. تلاتة يسود مصر مناخ نقط هنا هنختار مصر يسودها مناخ صحراوي. اربعة بحيرة نقط تعتبر من اكبر البحيرات الصناعية في العالم هنا هنختار بحيرة ناصر وكمان ممكن يجي يقول لي بعد كده بحيرة عزبة. خمسة تقع مصر في الركن الشمال الشرقي لقرة ايه? كلنا عارفين مصر في الركن الشمال الشرقي من قرة افريقيا. ستة البنك الذي من مهامه اصدار النقود يعني طبع النقود الورقية نيابة عن الدولة وممكن كمان يقول لي البنك اللي مسؤول عن كل البنوك هنا هقول له البنك المركزي المصري. تعال كده برضو نشوف اللي بعده. تظهر الحاجة الى الانسان الآلي اللي هو الروبوت في حالة تحول العالم نحو التقنيات الحديثة. تمانية. يعد بناء المستشفيات مستشفيات ادوية امصال كل ده هنختار خدمات صحية. تسعة تنتشر مناجم المنجنيز والنحاس في شبه كزيرة سيناء. طيب اللي بعده اي من العناصر التالية للخريطة يستخدم عند رسم محافظة الاكسر في ورقة صغيرة احنا هنا هنختار مقياس الرسم. طيب تعالا بقى هنا نشوف مراجعة المهام الادائية ان شاء الله احنا هنمتحم فيها للصف الرابع مادة الدراسات الاجتماعية. مبدئيا كده احنا مش عايزين حد يلقى خالص ان شاء الله الدنيا تمام وكل حاجة هتبقى زي الفل. هنا بيقول لي امامك خريطة لمحافظات مصر. لاحظها جيدا ثم نفز المهمة التالية. هو هنا هيطلب مني حاجات هيجي لي نموذج هيطلب مني حاجات وانا ان شاء الله هحلها كلها. اول حاجة بيقول لي لون محافظتك واكتب اسماء المحافظات التي تحدها. هو عايز الحدود اتنين على الاقل يعني ايه اللي من الشمال وايه اللي من الشرق وايه اللي من الغرب وايه اللي من الجنوب. احنا هنا هنختار ممكن اتنين ونحلهم. تعالا نشوف ازاي. مبدئيا كده احنا محافظة بتاعتنا محافظة الاسكندرية. يبقى اول حاجة انا هكتب مدينة الاسكندرية. ولازم الونها على الخارجة. الونها يعني انا اعلم عليها كده بالقلم. طيب هو انا محافظتي فين? طبعا كلنا انا هنا هحط لكم عليها سهم دلوقتي. بس تعالا اقول لك حتى شافوا كده ازاي. احنا كلنا عارفين ان احنا المحافظة بتاعتنا اسكندرية. طبعا كلنا عارفين الدلتة. اللي هي رقم سبعة على الخارجة. عندي فرع دومياط اللي هو على يمين. وعندي فرع رشيد اللي هو على الشمال. جنب فرع رشيد على طول مدينة الاسكندرية. احط لك من شوية انا هحط لك سهم دلوقتي عليها عشان تبقى عارف برضو مكانها بالزبط فين. طيب تعالا نشوف اسماء المحافظات التي تحدها. هنا خلي بالك قال لي محافظات. فروح ايل ايه بقى? من الجنوب والشرق عندي محافظة البحيرة. ومن الغرب عندي مطروحة. واحد يقول يا مستر بس انا بقول ان ممكن من الشمال بحر متوسط طبعا صح. بس هو خلي بالك هنا قال لك لا ده انا عايز اسم لمحافظتين. علشان كده انا هقول له من جنوب والشرق عندي محافظة البحيرة. ومن الغرب عندي محافظة مطروحة. تاني هنحدد محافظة اسكندرية جنب فرع رشيد. وهحدد المحافظتين بتوعي. هقول جنوب وشرق يحدها البحيرة. ومن الغرب يحدها محافظة مطروح. تعال كده برضو نكمل النموذج ده. بيقول لي حدد البيئة التي تقع فيها محافظتك. محافظتي بيئة ساحلية. محافظتي بيئة ساحلية. تعال نشوف رقم ثلاثة. حدد مشكلة بيئية تعاني منها محافظتك. احنا بما ان اكتر حاجة عندي البحر فحنقول هنا تلوس الماء. بما ان اكتر حاجة عندي البحر فحنقول المشكلة بتاعتنا اللي احنا بنعاني منها تلوس الماء. طيب بيقول لك اقترح حلول لهذه مشكلة. هو هنا عايز مقترح واحد. ممكن اقول له عدم القاء القمامة في المياه. توقيع غرامة على كل من يلوس المياه. كل الحاجات اي حاجة تكتبها ما بتلوس المية. كل حاجة دي او اقترح اي حل كل ده معايا صحيح. طيب تعال كده نشوف النموذج اللي عندي التاني بيقول لي ايه. بيقول لي ايه. يعد علم مصر رمزا للدولة. لون علم مصر بالوانه الصحيحة. هنا اول مستطيل فوق اللون الاحمر. ثم اللون الابيض. ثم اللون الاسود. طيب بيقول لك هنا ايه? اكتب جملة تعبر بيها عن احترامك للعالم. اقول له لا بد ان اقف احتراما لعالم بلدي. ولا اتركه يقترب الارض او يبتل. تعال نشوف رقم 3. تخيل انه طلب منك تصميم شعار لمدرستك. ترفعه في المسابقات بين المدارس. حدد لون ورمز تستخدمها في رسم شعار مدرستك مبينا مبررا اختيار. بص يا سيدي. احنا هنا هنقول ايه? احنا هنا مسلا هنقول اللون. انا هاختار مسلا اللون الاخضر. سبب الاختيار رغبة مني في تشجير جميع المدارس لتقليل التلوث. الرمز هيبقى العالم بتاعي في شجر لونه اخضر. سبب الاختيار لتجميل المحافظة وتجميل المدرسة. تعال ابقى نشوف النموذج اللي بعده واركز معاك قوي قوي. لون كل ظاهرة تداريسية بلونها الصحيح في دوق دراستك لخريطة مستويات الارض. هنا مديني صورتين وعايزني اقول اكتب اسم كل ظاهرة. بص يا سيدي رقم واحد ده جبل. رقم واحد ده جبل. وبيلون باللون البني. اتنين ده نهر النيل. اتنين ده نهر النيل. ويلون باللون الازرق. طيب. تعال هنا بيقول لي اسم الظاهرة واحد ووصفيها. احنا اتفاقنا ان الرقم واحد ده اللي هو الجبل. طب ايه تعرفت الجبل? ارض شديدة الارتفاع. ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار. اسم الظاهرة رقم اتنين وصفها. احنا قلنا ان ده نهر النيل. يعني ايه كلمة نهر? مجرى مائي عزب. بيقول لك عدد ظاهرة تداريسية مميزة في محافظتك. هقول له مثلا انا عندي البحار مساحة من الماء المالح.